كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن تحضير انقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري لبلادهم بحلول نهاية العام الجاري حديث اردوغان جاء خلال مشاركته عبر فيديو مسجل في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب الى ادلب السورية الى لاجئين سوريين على وقع الدعاية الانتخابية المبكرة في تركيا تفتتح مشاريع سكانية في محافظة ادلب السورية بيوت من الطوب وتجهيزات خدماتية تسارع الحكومة التركية الى افتتاحها لترغيب اللاجئين السوريين في العودة الطوعية الى بلادهم ساهم نحو 85 مليون تركي وكذلك وزراء وبرلمانيون في بناء هذه البيوت والمنازل ورئيسنا اعطى تعليماته لبناء نحو 100 الف منزل في هذه المنطقة حتى نهاية العام الجاري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدأت احزاب من المعارضة تركيز دعايتها الانتخابية على ملف اعادة اللاجئين والمهاجرين من خلال انتقاد سياسة الحكومة تجاه السوريين زيادة منسوب الخطاب التحريضي على اللاجئين وتصاعد حملات الكراهية والعصرية ضد السوريين دفع الحكومة الى تغيير بعض من سياساتها اتجاه اللاجئين بتقييد حركات تنقلهم بين المدن التركية وتقييد السماح لهم بقضاء عطلة العيد في بلادهم ووضع خطة لاعادة الكثيرين منهم بشكل طوعي تمكن نحو 500 الف سوري من العودة الى المناطق الامنة التي وفرتها تركيا منذ انطلاق عمليتها في سوريا عام 2016 نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من اشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا تستقبل تركيا نحو 4 ملايين ونصف المليون سوريا على اراضيها بينهم 3 ملايين و700 الف سوريا منضونة تحت تصنيف الحماية المؤقتة وترفض السلطات التركية منحهم صفة اللاجئ خوفا من توطينهم وعدم عودتهم الى بلادهم كما تطالب انقرة دول الاتحاد الاوروبي في مساعدتها في انشاء مناطق امنة في الشمال السوري واعادة اعمارها لفتح الطريق امام عودة السوريين وذلك للتخفيف من حملات الكراهية وسحب ورقة اللاجئين من يد المعارضة التي يقال انها تحاول تحقيق مكسب انتخابي احمد غنان العربي الان ينضم لنا من مدينة موغلا في تركيا الصحفي التركي يوسف اران سيد يوسف مرحبا بك هل هذا المشروع هو بداية تخلن لاردوغان عن اللاجئين السوريين بعد عشر سنوات او اكثر لا لا اعتقد ذلك ان تركيا لن تترك السوريين اللاجئين ولكن من المهم جدا ان نعلم ان الصراع السوري او على الاقل معظم المعارقة انتهت والان هناك خفض كبير للتصعيد وعودة السوريين هو جزء من المرحلة المؤقتة في تركيا ان وجودهم في تركيا لم يكن حلا طويل الامد ابدا وتركيا قامت بما كانت عليها ان تقوم به لحمايتهم من الخطر ولكننا الان مع خفض التصعيد داخل سوريا والحلول السياسية والعملية السياسية فان تركيا تريد ان تتخذ تلك الخطوات لتتأكد ان هؤلاء العاملون في تركيا والموجودين سيكون لهم الفرصة لعودتهم الى بلادهم هذه عودة طواعية وليست عودة قصرية وتركيا تريد ان تكون هناك عودة مستدامة وايضا بناء هذه المنازل اكثر من خمسين الف وسوف ايضا يبنو اكثر من خمسون الف اخرين وبخدمات للمجتمعات المحلية كالمساجد والخدمات المستدامة اذا حتى يكون لديهم خدمات يعود اليها في بلادهم ليس بلا خدمات ولكن يكون هناك نظاما يحتوي على خدمات رفاهية لديهم في بلدهم وهذا امر متفهم جدا ان تركيا قد فعلت كل ما استطاعت فعله في خلال خمس عشر سنوات ومع الاسف اصبح لاجئون ورقة سياسية يضغط بها على الحكومة وقد رأينا ايضا في اوروبا من قبل ان تركيا استطاعت ان تقاوم تسييس ورقة اللاجئين في وقع الامر ساذة يوسف هي تركيا من يتهم او يتهم سابقا بان تستخدم ورقة اللاجئين كورقة سياسية تجاه اوروبا وايضا تجاه نظام سوري ولكن النقطة الاهم من ذلك صحيح ان المعارك توقفت وتصعيد انخفض ولكن النظام لم يتغير واجرامه لم يتغير فكيف لنا ان نفهم ان العودة ستكون طوعية وان كانت العودة طوعية كيف انهم سيكونون امنين ان عادوا الى بلادهم اولا تركيا لم تجبر اي شخص على العودة في خلال عشر سنوات فاي عودة ستكون بالقطع عودة طوعية كيف نعلم ان فيكون الامر امينا او لا فهل يكون عودة اي شخص على الاطلاق امنا ام لا كل الامر اما انهم هل يعودون الى عفرين او ادلب او اماكن ذات نفوز تركية او اماكن بها امنا او غير امن ان تركيا لم تجبر اي شخص على العودة وهذه حقيقة مهمة جدا ان نذكرها ولم تجبر او تطلب ايضا ابدا تركيا من اي شخص ان يرجع الى مناطق الاسد ولن تجبره ان تركيا لا تستخدم الورقة اللاجئين فيما تعلق بذلك ضد اوروبا هذا ليس حقيقيا ان لاجئين السوريين موجودون في تركيا لأكثر من عشر سنوات لأكثر من عقد الان اذا ارادوا ان يذهبون الى اوروبا فليذهبوا ولكن هناك سياسة دفعهم مرة اخرى الى تركيا ورقة سياسية ليست تجاه الخارج ان سألتك عن استخدامهم كورقة سياسية في الداخل ونحن على ابواب انتخابات قريبة نعم مع الاسف نحن نرى احزاب المعارضة الان تستخدمهم تستخدم اللاجئين لتخويف ضد المهاجرين ورهاب المهاجرين ويستخدمونها كورقة ضد الحكومة وبالذات ضد الرئيس رجب طيب اردوغان وفي الرأي العام هذا بدأ ان يصبح الرأي العام متعابا من اللاجئين السوريين وارادوا ان يروا خارطة طريق لنهاية في هذا بالذات في متابعتهم لما يحدث في سوريا الان وخفض التصعيد فيريدون ان يعلموا او يتأكدوا ان الامر كان مؤقتا وهذه المرحلة المؤقتة في نهايتها سيعودون الى بلادهم مرة اخرى ونرى الضغط على الحكومة ونرى الضغط على الرئيس اردوغان وهو الان يقوم بالمشروعات التي تري الاتراك ان هناك مرحلة مؤقتا وفي النهاية سيكون هناك مخرج لهذا وافبات ان المرحلة كانت مرحلة مؤقتة لحماية هؤلاء الناس من الخطر ولكنهم ليسوا هناك للإقامة الدائمة ولكن هذه المناطق ايضا تحت حماية تركية شكرا جزيلا لك يوسف ارم الصحفي التركي من مدينة موغلا